النهاردة في الحلقة بتاعتنا عن حيوان السقر أو طائر السقر وبنشوف قد دي هو عبر التاريخ هو مرتبط بين ارتباط كامل طبعا احنا كمصر قديم لله نفسه في رع وحورس وارتباطهم بفكرة العين عين حورس الحامية والنهاردة فكرة العين وقد دي هي مؤسرة في الحسد وفي دفع الحسد وفي كل حاجة هي شيء قوي جدا في حياتنا لغاية النهاردة ولكن اللي رسخ فكرة السقر أكتر كمان أو زودها يعني احنا في الآخر المصريك ودماء رسخوا في كل مكان ولكن اللي قدر يزوء النهاردة الصخري والديف في حتة أزية شواف الزمن هما الإغريق لأن هما بدأوا يحطوا المنطقة بتاعت السقر في حتة مختلفة تماما ليه؟ لأنه أبولو هو الإله الأساسي اللي موجود في حياة اليونان الأديمة كان دايما التماثيل بتاعته رفع إيده وحطت سقر على إيده وتمثل السقر بالنسبة له هو طبعا رمز الفوز والزفر في الحرب والقوة والسيطرة والهيمنة السماوية برضو في الآخر حسد الإنسان من أنه فيه دايما حد أقوى منه طاير بيمارس حاجة تانية مش قادر يعملها عباس ابن فرناس حتى حاول يعملها وقع يعني كفكرة هو طبعا دي بالنسبة لنا بتمثل نوع من أنواع الحسد الكبير قوي لهذا الحيوان الخرافات اليونانية اللي بتسمى الخرافات أنا في النظر مش خرافات هما استغلوا نفس اللي كان موجود في الحضارة مصرية القديمة وقدروا أن هما يقولوا أنه حتى السقر قدر أن هو يحذر اليونان من حسن ترواضة ولكن ما سمعوش كلامه فده بقى فلسيء فلو شفت سقر النهاردة ده معنى أنك لازم تخلي بالك وفي الحضارات كمان اليابانية القديمة والحاجات اللي ناحية الشرق خلص السقر يعد رؤيته كده كأن روح جاية لك من هناك بتقول حاجة معاناة وجاية من عند الإله وهكذا الإنسان دايما شايف الكائن ده مختلف عن أي كائن تاني هو رمز الانتصار والشجاعة بشكل كبير وده موجود على الدروة بتاعة اليونان القديمة وإحماية المحاربين جاية من فكرة السقر يعني حط السقر على ظهرك فأنت الإله معاك يعني أبولو معاك يعني زي متقول ربنا معاك باشا إله أبولو معاك باشا فهي اللعبة كانت بلعبة أن السقر كده إله الصيد كمان أرتيميس ومهارات الصيد كان برضو دايما معه صقر إذن برضو في الآخر من لغ يعني قريب في الحكومة فهو لي ميزة يعني فهو برضو في الآخر السقر ده ليه قريب في الآلهة يعني أبولو شايله أرتيميس شايله راعة شايله حورس شايل عينه فهو في الآخر هو رجل ليه أرابة قوية جدا بالآلهة عبر العصور فهو طبعا رمزية مهمة جدا لو رحنا ناحية الشرق خالص هلاقي الهندوسية برضو بتجسد أهم الناس اللي بيبصوا للصقر وجه الخصوص بشكل محترم جدا هو طبعا رسول الآلهة برضو في الحياة الهندوسية القديمة وبيسموه جارودا وطبعا ليه جبل اسمه جبل فيشنو وده من أحد الآلهة الموجودة الأساسية طبعا وهو بيتصور جارودا لأنه مخلوق نص طيور نص طقر نص إنسان نص صقر نص إنسان ودي مخالب ولي أجناحة وكل حاجة هو نصوص كلها قديمة بتجيب الصقر مع التعبان وكلهم مع بعض كده بيمثلوا نوع من أنواع القوة الرمزية للديانة الهندوسية فيه بالنسبة للهندوسية بيدلوا التركيز والتصميم لأن الصقر النهاردة بيقدر يجري على فارستو كده من الطيران من الهوى ومنازل في البحر شايف الانكسار بتاع المياه مش فارق بالنسبة له ومراشق جايب السمجة في مكانها انت لو حطيت شفاطة في كوبات المياه حضرتك حطيت شفاطة فتلاقي الشفاطة نازلة وبعدين جوة كوبات المياه مشفتة شوية واخدها 2 سنتي كده شمال هو بيشوف الـ 2 سنتي دول ما بيتخدهش فيه معينه مركبة جدا قلنا مليون خلية مركبة واحنا 200 ألف بس فهو بيشوف قدنا خمس مرات 3.5 كيلو متر من الدقة اكتر بكتير جدا من فكرة الانسان او اي كائنتين برضو في الاخر هو تمثيل بالنسبة له للرؤية يعني فكرة انك تبع عندك استنارة ورؤية واشراف على المستقبل وشايف ايه بيحصل برضو ده متمثل في السقر بشكل كبير الهندوسية بتقدره بشكل كبير جدا الرمز الوطني بتاعنا كسقر طبعا حطينه على الرموز بتاعتنا في امريكا محطوطة على طيارات ورموز وفي المكسيكو في مصر وبعض الدول العربية بتستخدم السقر منها نسر الاصلع او السقر لما بيعدوهم فصيلة واحدة ولاد عم يعني مصر وسور يعني حيث انه احنا تقريبا نفس الشكل والفصيلة مع فرق السرعة والقوة واكل الجيف زي ما قلنا اي حيوان في الدنيا بيأكل الجيفة فهو حيوان بنعتبره يعني الدودة الخنزير السقر سوري النسر كله ده بيأكل الجيف فحلا بمصرهم بصة شوية اضعف بكتير من النظرة الاساسية للحيوانات في الثقافة الامريكية كمان النهاردة هما برضو زي ما قلنا رسل روحانين وفي الهندية وفي المصرية القديمة كل ده يدل ان في حاجة معينة خاصة باللعبة طيب الناس دي كانت زمان شافة السقر كده بعد ما عملنا الطيارات بنستخدم السقر لسه يبقى تأثيره لازال واضح ولازالنا نهاردة عندنا فاسينيشن لسه من مصره يا ابني لايه انت جامد قوي على فكرة من ساعتها